هذا وقال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن دول الحلف فاشلت في الوفاء بما تعهدت به لأوكرانيا في الوقت المناسب أضاف ستولتنبرغ أن التأخر الخطير في الدعم يعني عواقب وخيمة في ساحة المعركة بالنسبة لأوكرانيا حسب تعبيره حلفاء الناتو لم يفوا بما وعدوا به سمح نقص الذخيرة للروس بالتقدم على طول خط المواجهة والافتقار إلى أنظمة الدفاع الجوي مكن المزيد من الصواريخ الروسية من ضرب أهدافها كما أن الافتقار إلى قدرات الضربة العميقة مكن الروس من تركيز المزيد من القوات التأخر الخطير في الدعم يعني عواقب وخيمة في ساحة المعركة بالنسبة لأوكرانيا بدوره قال الرئيس الأوكراني فلودو ميرزيلينسكي إن الإمدادات الغربية الجديدة من الأسلحة بدأت في الوصول لكنها لا تزال بطيئة مشددا في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف النيتو في كييف على ضرورة تسريع هذه المساعدات يحاول الجيش الروسي لاستفادة من الوضع الذي ننتظر فيه الإمدادات من شركائنا وخاصة من الولايات المتحدة وهذا هو بالضبط السبب في أن سرعة الإصالات تعني استقرار الجبهة نحتاج لأسلحة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي وفي المقام الأول سواريخ باتريوت شركاءنا لديهم كل هذه الأشياء وعليهم أن يعلموا أن الجيش الروسي يستعد لمزيد من الأعمال الهجومية